بالنجاح وصفت عملية إصدار أول سقوك سيادية بالمغرب والتي بلغت قيمتها مليار درهم طلبات الاكتتاب تجاوزت العرض بـ 3.6 مرات لتبلغ قيمتها حوالي 3 ملايير و 600 مليون درهم وتمنح هذه السقوك وهي من نوع إجارة مردودية سنوية تبلغ 2.66% على مدى 5 سنوات الإصدار الأول للسقوك السيادية اقتصر على المستثمرين المقيمين وتوزعت شهادات السقوك بين البنوك التقليدية بنسبة 39% والبنوك التشاركية بـ 35% وهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بأزيد من 16% فيما تقاصمت مؤسسات مالية أخرى 10% وتأتي عملية إصدار السقوك هذه والتي من المرتقب أن تتلوها عمليات أخرى في إطار استكمال المنظومة المتعلقة بالسوق المالية التشاركية فالسقوك تكتسي أهمية قصوى بالنسبة لمختلف الجهات الفاعلة في هذه السوق وفي مقدمتها البنوك التشاركية حيث ستسمح لها بإدارة السيولة لديها وتحسين إدارة مواردها ومنذ الترخيص لها في يوليوز من العام الماضي حققت البنوك التشاركية نموا مهما ففي سنتها الأولى تجاوز عدد وكالاتها سبعين وكالة وفاقت قيمة التمويلات التي منحتها مليارين وستمائة مليون درهم من بينها مائتي مليون درهم في إطار المرابحة لشراء السيارات ومليارين وأربعمائة مليون درهم في إطار المرابحة للعقارة وهو ما يقدر بحوالي عشرة في المئة من سوق القروض العقارية وتنتظر الأبناء التشاركية استكمال الإجراءات المتعلقة بالترخيص لمنتوج التكافل التأمينية الأدات الرئيسة الأخرى في المالية التشاركية